إلى موضوع آخر فقد تدول النشطاء في الخليج خبر زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي إلى قطر حيث عبر عن شكره لشيخ حمد بن تميم على دعمه ومساندته الرياضة الكويتية والمساهمة في رفع الإيقاف رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل شيخ قال إن الروضان لا يمثل إلى نفسه وإن العلاقات السعودية التركية لن تتضرر لكن المغاردون تفاعلوا مع الخبر لا سيما بعد الدعاء آل شيخ أنه هو صاحب الفضل في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية حسابه بين قوسين غرد قائلا أكثر من مسؤول كويتي صرحوا بوضوح أن اللي ساعدنا برفع الإيقاف دولة قطر الحبيبة السركي والناسة متعود أي موضوع يتحقق بالعالم لازم يكون الشكر له أبو فارس رد على آل شيخ قائلا الروضان وزير كويتي يمثل الدولة إذا كنت تجهل في الدبلوماسية فهذا أمر لا يعنيني فعلا خيبة الأمل كبيرة في دبلوماسية المملكة بعد سعود الفيصل كان قامة نتعلم منها الفطنة والحكمة نختم بمشار الذي قال الجماعة توجهوا إلى قطر للشكر وأعلنوها صراحة الفضل لعودة الكرة الكويتية بعد الله هي قطر وصمت القيادة الكويتية بمثابة ضوء أخضر لمسؤولي الرياضة أتمنى بعد هذا النكران لجهود المملكة أن يتم تمرير الحقائق المثبتة للإعلام الرياضي لنشرها نهاية فقرتنا عودة إليك أحمد